احنا خلونا برضو احنا بنشوف العالم كله بيحصل في ايه؟ لان السلطات الصينية النهاردة اعلنت عن فرض الحجر الصحي على عشر احياء جديدة في بيكين لان ظهرت هناك اصابات جديدة بالفيروس السلطات الصينية اعلنت مبارح عن اغلاق اجزاء من العسامة بيكين بسبب ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا جماعة الموضوع بجد يعني فيه بقولك لأ ممكن يعود الفيروس وبقوة وهيكون فيه موجة تانية وهيكون اكثر قصوة واكثر ضراوة ممكن يكون يتحور اكتر حتى قصة اللي تعافى من انا بقول لكم بقى بكل دولة والابحاث والدراسات يعني كل واحد وعكسه كل شيء وعكسه قولك لأ الاصيب وتعافى مش معنى كده يعني نهاية المطاف فيه ناس فيه باحثين بيقولوا كده ان الممكن انه يرتد عليهم المرض مرة تانية يحصل انتكاسة كلام كتير ويعني ودوشة وطبعا المواطن العادي يبقى مش عارف يصدق ايه ولا يكذب ايه ويسمع كل شوية اخبار وكل حاجة وعكسها